السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ستجد بكم في انطبع مانقا كينجدوم الفصل خمسمائة واثنين وستين قبل الحرق وقبل كل شي يوم الخميس والجمعة والسبت القادم تاريخها مالوشين سوشنين ثلاثين جون اللي هو شهر ستة نهاية الشهر اللي احنا في حاليا رح يكون في حفل بالكويت باسم كوسبلاير اتش كيو باذن الله they will be армиza بنشر الكويت نحايد عليكم من gr faith لايجبك إزرام Sasha هآه آه احين قبل الحرق لازم نأكد على جمهور انمي كينجدوم في الحلقات قادرة هتكلم عن منغا كينجدوم حتى تحصل الان في الانمي واذا تنتم تستمر الجزء الثالث من الانمي؟ واذا تنتظر المنغا نارية ورايبة واسطورية رح ستحصل المنغا من الفصل ٢٥٠٢ وكمل للا الخير راح تستمتع صدقني مرح تندم والحين خلونا نبدأ طبعا صفحة الخلاف للفصل هي الأخ الأوسط بنن واللي مكتب عليه دريدد كوباندر يعني قائد المروع المرعب المثير الرعب في النفوس سمى اللي تابه قائد مرعب من البداية تحس انه مطعم من ولكن بدأ الفصل بفرقة الجنرال هيكي قاعدة تقتل في جنود الكوانغرونغ بوف طاخ طاخ بعدين عبروا مروا اوشا حسنا مرينا من اخر موجه من الاعداء ما بقى قدامنا الاتشكيو المقر الرئيسي لمقر العدو لبنن جمولها كذا هيكي طالب الميد يقول اذا هذا هو بنن يعني على مرأة العين قاعد يشوف القائد قدامه خلاص وصلت مفوس بقتله فجأة الجنود اللي قدام بنن اللي في المقر الرئيسي قالوا حراء لاتس جو وانطلقوا هجموا فهيكي قاعد يتكلم طبعا هيكي في فرقة خيالة واللي هاجمين عليهم فرقة خيالة فقاعد يقول ها قد اتى حراس المقر الرئيسي طبعا كل مقر رئيسي ايشكيو دائما يكون فيه لك غارتز حراس يخلون فرقتين ثلاثة اربع فرق تحرس المقر الرئيسي ايشكيو عشان مهما جاك يجو ميمين يصار عندك حرس يحمونك فهيكاعد يقول عددهم مبسيط جاء الحراس وعددهم مبسيط بس احنا برضو عندنا عدد قوي وكافي والاهم هذا القائدهم حاليا على مرأ العين كلين بقنا نخترقها الفرقة الاخيرة ونوصل للقائد ونهزمها ونحقق النصر في هذا اليوم هيا يا رجال هل اموا الينا كل ما تبقى علينا ان نخترق بكل ما اتينا من قوة هذا الخط الاخير من الدفاع ونصل الى رأس قائدهم بنن حطموهم جميعا وجنوده هاي السقر حاضر وبينن قايت طالعهم من البيت يقول حمقى حمقى لأن مع اول اصطدام من فرقة كوانغرونغ ضد جيش الجنرال هيكي بدأت المذبحة تقطيع تقطيع مذبحة ما تشوف الا راس ايدين اجساد اشلاء تتناثر في الحواء تقطيع بكل ما تعلي الكلمة والجنرال هيكي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مصدت بصوله على قاعدين رفع فيك رفع فيك هيكي بيسوي وبنضربة تطح من خيلتك يا فاش العرام عليك يا وهليت الضربة من بنن نفسه يعني من واحد من جنود بنن يعني واحد من الجنود هكينا مش من طبعا كل جنود الجنرال هيكي سابا هيكي سابا طاح في الارض يا جماعة ما بنا فايدة جاب المشهد خلف فرقة الجنرال هيكينا فرقة المشاهل تاب علىه اقتحمت ايضا عدت اخر خط دفاع وصلت حاليا عند المقر الرئيسي خلف الجنرال هيكي ففاجئة الفرقة المشاهل واقفين يقولون اخيرا وصلنا اوه فرقة الجنرال هيكي قاعدة تندبع قدامنا خلنا نروح نفزع لهم شو اللي شافوا فرقة المشاهل جيدة برضو من المقر الرئيسي حق بنن المصيب ان فرقة الكوانغرون كانوا سريعين جدا جايين يركضون بشكل مجنون واااا يعني متوحش جدا جدا فكانوا لازم نصدهم ونقاتلهم قبل نروح نفزع مع فرقة الخيالة حقة الجنرال هيكي وعلى اساس ان عددنا كبير بنقدر نهزم من بعد يروح نفزع لجنرال هيكي ما امدهم وصلوا للا فرقة المشاهل حقة الكوانغرون حقين بنن يتقلبون في الهواء والرؤوس تطير كل واحد منهم يقفز يطير في الهواء بسيفين كذا راسين طورة في الهواء فرقة المشاهل قادة الجنرال هيكي قاعدة تندك عن بكرة ابيها قائد فرقة المشاهل قاعد يقول هذي الاقويات جدا مرحبين تهزمونهم كذا بطريقتكم يعني واحد ضد واحد كل واحد منكم يكون القيو القيو يعني كل واحد منهم يجزمع مع خمسة يصرون حلقة واحدة خمسة يدفن عن بعض كل واحد منهم يحمي ظهر الاخر يقول قتلهم كل خمسة كل خمسة قتلوا واحد اثنين يعني تخيل عشان ننتصر ويقول ذا الكلام واحد اقتل جاء احد الجنود افتروا جاء جنب الجنرال هيكي هيكي سامال انت بخير قاعد يقول لا اللعنة يعني جدا الفرقة من المشاه والخيالة اقوياء جدا مو بمثل العداء اللي قتلناهم من قبل يعني من بداية كانوا يقتلون يمشون ويقتحمون يخسرون بعض الجنود بس قاعدين يحققون انجاز وتقدم بثبات فتجي الصدمة من الجنرال هيكي يقول للأسف هذا هو المكان اللي بنن وضع النخبة نخبة جنود احطهم في المقر الرئيسي عشان يحمونه فهيكي قاعد يعترف بالخطأ يقول انا قد اخطاط قناة الموقف من كان يتخيلنا بنن اكثر واحد متوحش بيكون حذر جدا ويخلي افضل وامهر واقوى مقاتلينه بجوار المقر الرئيسي حقه عشان يحمونه فاجأت جاه واحد من قادة الكوانغرونغ بس اللي واجه زي كأنه محترق مش كأنه لابس قماش على واجهها ما ادري هو محترق ولا لابس ما ادري المهم وجه كذا مشطوب من تحت فهذا القادة قاعد يقول حق هيكي والله اسلوبك وتفكيرك يضحك جدا هل كنت تظن ان الهدف من فرقة فيلق القيلي حقنا هذا نحن نحمي بنن يعني بنن نحتاج حماية اساسا فرقتنا اللي كل واحد مقاتل فينه يسوع عشرة من رجالك يعني الفرقة دي حققتهم لو كانت مية يقدرون يهزمون الف من قوات الجيش الجنرال هيكي لا لا للأسف هدفنا ابسط مما انت تخيل تظن ان بنا نقاعد يحمي نفس كل مطلوب مننا نحن ننتظر اليما العدو يخترق الضعوف مننا ويهلك يستالك طاقة زي ما جيتون انتم مستالكين هالكانين ميتين بالكاد باقي عندكم طاقة بس تبا انتصلون للمقر رئيسي وندخل عليكم بقوتنا الوحشية دي وندككم عن بكرة ابيكم كده بضربة واحدة هذه المهمة الوحيدة اللي مطلوبة مننا وهذا هو النوع الذي يستمتع بمشاهدته قائد الذي يلقب بالقائد المروع والقائد المرعب بنن بمعنى كان بيمكان بنن او لو اي قائد ثاني غير بنن الموجود كان بيحط اقوى مقاتلين في المقدمة من البداية لا هيكي ولا غير يقدر يخترق ويمر بكل سهولة زي ما صار فحين توضح لنا ان حتى الشيء الايجابي اللي كان عند الجنرال هيكي في البصل الاطافي قالوا انه اكثر واحد من حقق تقدم بثبات نحو القائد بنن وكنا نقول واو الجنرال هيكي تحقق تقدم اكثر من الملك فيك واكثر من باجي موضوع كلها خطة من بنا قاعد يستدرجهم يبيهم يدخلون اللي انداخل عشان خاص بيمديهم يرجعون بيمديهم يحشون ويختلهم يبيدهم كلهم طب هالقائد هذا بواجه مشقوق اسمه جيلي فجي واحد مساعدين ويكلمه بلغة اهل الجبال يقول لها جيلي ليس هذا واحد من قادتهم اللي اسمه الجنرال هيكي او شيء زي كده قالوا نعم هذا اوهو بس القائد بننم مهتم فيه اساسا يعني القائد بننم مهتم في كم واحد ذا هيكي ولا شيء ناكرة مو مهتم في القائدين حطوا ماجهة دمره شوه واجهة زي ما تبا يلعب فيه اللحظة اللي هم اقدموا كل حقادته حراس الجنر هيكي يقدموا وقاعدين يدفعون لنا احمل جنر ال هيكي سا ما دافعوا ولا قل بشك قاعدين يتقتلون ما احد منهم قادر يسوي شيء وفجأة وسط القتال هذا وسط التطعين اللي قاعدين يتقتلون فيه رجال جنر هيكي يسمعون بوف وعلى جهة اليمين اختراق قوي انها قبيلة الميرا فقاعدين عالقوني يقول هم كانوا على الميمنة شيء اللي جابوا مننا جوا هنا بس عشان ينقذونا وهيكي يقول كاتري دنو كيتاري دنو انا بديل لكم بديل لكم بحياتك يا عقير كم مروا ينقذونك كارني صراحة هيكي كارني والله وكيتاري قاعدين يقول اتوقع ان محاقاعدين يصحون من الدموع من الفرح جاوا ينقذونا لا مهلا جاين ننقذكم لا تسوي شيء ذالي اساسا جي اللي ظهرت على وجهه من نظر الدهشة والصدمة انهم جواوا بعدين رفع يده وامر الجنود يقول لهم روحوا هجموا على الميرا واجبوا لك كذا الخيال على شك يصطدمون ومع اول ضربه هذا واحد من الجنود شرس واحد من قبيلة الميرا المصيب ان قبيلة الميرا كلهم لبسين نفس الأقنعة فاول ماشي بترصد اقتلوا كاتري دنو فكان التعليق من الجنود يقول انظر انهم يقتلون قبيلة الميرا يعني حتى قبيلة الميرا قاد يصبطون رجل وقال له واحد ثاني لا انظر جيدا حتى قبيلة الميرا قاعدين يصدون عليهم ويهجمون يعني في تكافى وهنا تدخل جنر الهيكي اللي يعتبر اكثر وخبرا وقال لا لو دققتوا صاحب تشوفونا بس فرقتين اللي قاعدة تحقق تقدم واحد قاعد يقدر يوقف وجههم الفرقة اللي بقيادة كاتري والفرقة اللي بقيادة كاتري الاخه الكبير والاخته الصغيرة يجبوا لك يعني الصدمة على وجهك يقول قدروا حتى يتفوقون على نخبة فرقة الكوانغرون الفرقتين اللي بقيادة كاتري وكيتري جابوا مشهد عند كاتري البنت باربا واحد منجل فصدها قاموا طلعت المجهة ثاني واجه على طول فعد رفعت القناع وقالت انتوا لستم كفاء لقتالنا يعني لا زالت قبيلة الميرا او معنا صح افضل النخبة في قبيلة الميرا اللي بقيادة كاتري وكيتري اقوى من افضل نخبة جيش بنن جابوا القائد بنن قاعد يشاهد الموقف من بعيد وفاجأة قال انا بنزل بنفسي يعني هو بنفسه بينزل ساعة المعركة وجبولي فرقة جيني جابوا المشهد على هيكي لحد حين حتى ما صعد على خيلتها لازل على الارض ومتكي على واحد من الجنود وجو واحد من الجنود شايلة وواحد من الجنود عالقوا واو بفضل التفوق اللي بحقق كتب فرقة كتري وفرقة كتري قبيلة الميرا كلها قاعدة تدفع فرقة جيلي هذي كلها قاعدة تدفع للخلب يعني بيتفوقون عليهم بيفزن عليهم فجأة هيكي انتبه اقول اوه انه بنن شاف انه بنن جا بس الصدمة اللي جاة شاف مع بنن فرقة كاملة كلهم ارشرز كلهم رامين سيهام وبنن بلغتها للجبال اللي يقول لهم نوك نوك اللي يعني حط السهم واسحب هيكي هنا انصعق هنا ارتعوا هيش قاعدة تسوي والحقير بنن وبدون درة تردد وبدون درة رحمة فعلا فعلا قائد مرعب مروع يثير الرعب في نفوس اعداءه لوس اطلقوا السيام طلقت كل السيام على ربعة على جنوده وعلى قبيلة الميرا قاعد يقتل قبيلة الميرا ويقتل افضل فرقة عنده فرقة النخبة اللي عنده فرقة قيلي انا قاعدت اصرف اقول لهم ممكن فرقة السهمة جيدة ما تصيب رابعة جابوا رابعة للابسين زي الذياب كذا قاعدين تضربون بالسيام ويتخرقون وقبيلة الميرا يصابون ايضا وهيكي بصعقة كذا شذا الجنون مستعد يضحي بفرقة النخبة حقتها بس عشان يحقق النصر لهذا سبب يسمونه الاكثر وحشية لهذا سبب يسمونه القائد المروع وهيكي قاعد يقول هل هذا الرجل مجنون مجنون مبصح ويجيقول لك ويبقى السؤال الاكثر اهمية في هذا الفصل كله اشتعر مع الشي الله يخرم بيتك يا هارا نبي شوفش اللي صار هناك طيب وابل المعركة ذي تدي باسراح وقت ممكن عشان اشوفش اللي صار هناك مبهم منش اللي قاعد يصير هنا والله يعني هيكي العدين ما بعد يركب على خيلتها قبيلة الميرا اللي كنا شادين فيها الظهر قاعدت تنجلت بأسهم ولقائد من النفس العدين ما احد اصطدم معه وتقاتل معه وشوف لأي درجة متوحش ومجنون اهو شون بيهسمونه هذا وشون بيهسم باجو اللي عنده باجو ما علي خوف أنا واضح من باجو بس الملك فيكو يخوف صج اللي قدامه ضعيف بس شكله ذاكي برضي ذا هذا خول وسطي المتوحش في الخطة الاستراتيجية اللي سواها ولونها ممن ذكة من موقع نذالة وحشية بس تل خطة مجنونة اصدمت هيك وعفست مخططاتها كلها ذاكي صغير شو بيسوي في الملك فيكو بالضبط يعني مو بقادة ضعفاء بس مجرد همجيين وحشية لأ عندهم ذكة عندهم وحشية عندهم جنون يعني شفنا من قبل ينتروا يمجمت على معبر رتسوبي كيف ان جنودها همشي عندهم انهم يوتهم بشرفهم اي لذلك ينطلقون فرقة الخيال حقينا وضحوا من نفسهم وشلون جنودها كانوا يتسلقون الجدران بجنون بتهور مبهمهم حياتهم يرمون حياتهم بلا مبالاة بس مو ندارة ان القائد نفسه برضو يرمي على جنود أسهم ما توقع انها ينتنوا تسوي زي كده صراحة كده نصير وصل لنهاية هذا الفصل نتمنى ان الفصل القادم كاتب ينهي على نقل لو واحد من القادة الثلاثة لان اذا بوريني القادة واحد 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 في كل واحد منهم فصل بموت نفسيا انا بشوف شى اللي صار مع شين صراحة ما قدام للا انتظر شى اللي بيصير في المصولة القادمة وفعلا فعلا الفصل هذا يعتبر بارد جدا معنا فيه احداث قوية بس لاننا على الجير الهيكي وهيكي جاب العيد تحس باحباط بخيبة أمل مو طبيعية صراحة في الختام قولوا معاي سبحانك الله ومحمدك اشهد من لا اله لا تستغفر قوتو بليك لا تسول اشترك في القناة بطلع لك الزرينة وبغط على زر العجاب والشير ونشوفكم على خير اشترك في القناة